السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي قبل قليل غادرت بعثة المنتخب السوري الأول إلى العاصمة اللبنانية بيروت عشان يستعدوا الاستعداد الأخير قبل مباراة سوريا ولبنان المباراة الأولى للمنتخب السوري في تصفيات كأس العالم واللي بعديها مباراة العراق بإذن الله واللي هتكون في الإمارات الحالة منتهى الإحباط الجماهير محبطة اللاعبين محبطين ايضا مدير المنتخب السوري الاول السيد اياد مندو صرح اليوم وقال يؤسفني عدم حضور الاعلام للمؤتمر اليوم رغم ان الكادر وطني والمدرب وطني طبعا بعيدا عن الكادر الوطني وبعيدا عن الاداريين الوطنيين ايام الكابتن نظار محروس كان بيحضر الاعلام لكن الان بعد ما زي ما بيقولوا عندنا في مصر رمينا طوبط المنتخب السوري والجمهير السورية علمت اخر المنتخب السوري هذا اخرهم هذه هي حدودهم وبالتالي حصل الاحباط اضاف ايضا ان المباراتين المقبلتين مهمين النا عشان التصنيف الخاص بالمنتخب السوري واكد انتوا عارفين ان التصنيف منتخب سوريا ال91 عالميا وال14 اسيوان وده تصنيف سيء جدا جدا اقل من التصنيفات اللي كانت ايام الكابتن فجر ابراهيم والكابتن نبيل معلول الكابتن غسان معتوق اليوم اصدر القائمة النهائية وهي قائمة ليس هناك اختلاف كبير بينها وبين القائمة الاستية غير ان هو حذف حوالي خمسة او ست لعبين واتى بلاعب واحد في مركز الهجوم عشان يسد الفجوة اللي سابها كل من السومة وخريبين والبحر ثلاث مهاجمين طبعا طارو وهذا اللعب هو ياسين سامية نتمنى له كل التوفيق في المباريات المقبلة ونتمنى باجا انه ياخد الفرصة ما نلاقيش ان علاء الدين الدالي او مرديك مرديكيان هم اللي بيلعبوا اساسيين وياسين سامية برضو مايلعبش بجاء احنا كده استفدنا ايه الكابتن غسان معتوق النهاردة وجاب لمكلمكم عن القائمة اللي اختارها تحدث عن الاصابات ولعنت الاصابات تحدث عن عبد الرحمن ويس تحدث عن وارد السلامة عن فهد اليوسف وانه مصابين وتحدث ايضا عن عمر خريبين وانه لديه ردود في الركبة وانه جاء الى دمشق انا بالمناسبة ما شفتوش في دمشق يعني انا دورت وسط الصور في حدود علمي وفي حدود خبرتي المتوضعة عمر خريبين انا ما شفتوش لكن هم يقولون ان عمر خريبين جاء الى سوريا وكان يحضر التمرين ولكن عند وقت معين تم الاتفاق على انه مصاب وعنده مشكلة في الركبة وبالتالي مش هيلعب مع المنتخب السوري بالاضافة الى محمود البحر اللي الان هو ايضا مصاب معنا دي وبالتالي تم استبعاده نهائيا من قائمة منتخب سوريا هذه هي الاصابات تحدث الكابتن غسان معتوق ايضا عن الاعتذارات وللامانة يعني انا مبسوط من فكرة الاعتذارات ان تم الاعلان عنها على انها اعتذارات ليس كما يدعي البعض الاسباب الوهي بشكل رسمي السومة يعتذر عن تمثيل منتخب سوريا في المباراتين المقبلتين والسبب ان حالته النفسية غير جهزة لتقديم مئة في المئة مع المنتخب هذه هي كلمات الكابتن غسان معتوق اللي خدها من الكابتن عمر السومة رأسا في مكالمة هاتفية اول ما استلم الكابتن غسان معتوق تدريب المنتخب السوري الان وبشكل رسمي عمر السومة واضح جدا لأي حد لأي حد ان هو مش عايز يلعب مع منتخب سوريا في تلك الفترة تحديدا بعد ما تعرض الانتقادات في الفترة اللي فات مش قلته على البيت على البيت خلاص على البيت ذهب كما طلبت الجماهير السورية اتفقنا انا والكابتن اياد ماندو ان احنا نريح عمر السومة عشان المرحلة المقبلة مع المنتخب السوري وبدأ الكابتن غسان معتوق يتحدث وكأني ان الفترة المقبلة هو هيكون مدرب طبعا الامر ده مستبعد تماما تماما مع احترامي ليه وهقول لكم ليه بعد شوي لكن تحدث اليوم عن اتحاد سوري جديد وعن منتخب جديد وعلى ان عمر السومة سيكون حاضر في كأس اسيا 23 وده امر غريب يعني انا مش عارف هل الكلام ده هو جابه منين او توقعه منين يعني ايضا تحدث عن اياز عثمان اياز عثمان بشكل رسمي مريض كورونا وعنده اعراض كمان كورونا على حسب او على حد قول الكابتن غسان معتوق الى الان لدينا 18 لعب واربعة حراس والبقية ستلتحق غدا باذن الله طبعا القائمة اللي امامكم للمنتخب السوري والتي استقر عليها الكابتن غسان معتوق كمدرب للمنتخب السوري القائمة بشكل مبدأي فيها اربع حراس ويبدو ان الكابتن غسان معتوق مازال حائرا ما بين الاربع حراس ولم يريد ان يطير واحد من دول بل ان احمد مدنية مازال موجود وما لدي من انباء ان احمد مدنية مش هيكمل عنده اسباب عائلية ما لدي من كلامي لكن اسمه موجود اما بالنسبة لابراهيم علم ده اساس مينفعش ابدا يتشال بأي حال من الاحوال وخالد الحاج عثمان طبعا اهم بديل وحسين رحال الحارس القادم بقوة من نادي الوثبة لدينا مشكلة اربع حراس وفي النهاية هتشارك بابراهيم علمة فقط يبقى ايه فائدة التالت حراس التانين انا معرفش ايه طبعا كل الامور هتباني ان شاء الله في مباراة لبنان اما مركز الدفاع ففي نفس الاسماء التي تعودنا عليها والتي فيها بعض من الاسماء خلص مللنا منها وهناك بعض من الاسماء لا احنا لسه منتظرين منهم الكتير عندنا عمر ميداني وسعد احمد وعبدالله الشامي ويوسف محمد ومؤيد الخولي وحسين جوايد واللي معتقدش ان هو يشارك وخالد كردغلي ومؤيد العجان وعمر جنيات بشكل الرسمي اللعيبة دول هما اللي هيمثلوا مركز الدفاع باذن الله ان شاء الله تسع لعيبة اما عن مركز خط الوسط عندنا فيه عدد كبير من اللعيبة حوالي يعني 11 لعب عندنا كامل حميشة محمد العنز اوليفر كاسكاو ثائر كروما محمد الحلاق محمد ريحانية مصطفى جنيد ومحمد المرمور واخيرا ملهم بابولي اما بالنسبة للمركز صانع الالعاب المتقدم محمود المواس مش هيشارك خلاص في مباراة لبنان بشكل رسمي وده لاني عنده انظارين اما بالنسبة لمركز الهجوم طبعا هيشارك محمود المواس ان شاء الله امام العراق بالنسبة للهجوم هيكون عندنا مرديك مردكين علاء الدين الدالي وياسين سامي تلت لعيبة مهاجمين برضو انا ما عنديش مشكلة مع مين موجود انا المهم عندي ان يتم اشراك اكبر عدد من اللعبين في تلك المباريات التي نعلم انها مباريات غير هامة هي مهمة للتصنيف فقط لو انت لعبت مع لبنان وتعدلت واحد واحد مش هنزعل خسرت واحد صفر مش هنزعل لكن ده هيأثر على التصنيف وجربنا كل الكروت السابقة جربنا ابراهيم علمة وخالد حاج عثمان ليه ما نبدأش باحمد مدنين ليه ما نبدأش بحسين رحال جربنا الميداني وسعد احمد ويوسف محمد ومؤيد الخولي جربنا جربنا خالد كردغلي جربنا مؤيد العجان جربنا كنا نتمنى ان احنا نشوف اسماء مختلفة تحديدا وان منتخب السعودية الاول بقيادة رينارد وهو من المنتخبات المتصدرة وخلاص مباراة واحدة ويحسم التأهل لكأس العالم الا انه استدع حارس محترف برا عشرين سنة عشرين سنة طبعا كلام نتمنى ان يتم الاخذ بيه في الايام المقبلة اتمنى ان انا اشوف ملهم بابو اللي بيلعب مباراة كاملة مش بيلعب ساعة شوت عزرا او نصف شوت او اخر عشر دقائق عيب يعني احنا مللنا مللنا تكرار نفس الاسماء اليوم لدينا بعض من الاسماء بعض من الاسماء اه ما زلت متشكك للامانة في حضور اوليفر كاسكاو تحديدا انا اعتقد ان هو مش هيحضر اعتقد يعني انا عارف كويس ان هو الان طبعا مع ندي في الدنمارك وهما صعدوا للدوري الممتاز وده خبر لطيف وكويس لكن انا لا اعتقد ان اوليفر كاسكاو هيجي عشان مبارتين وديتين اتمنى ان هو يحضر طبعا هو اكيد ليه لمسة قوية جدا جدا مع المنتخب السوري منتظر اعرف رأيكم تحت في التعليقات عن قائمة منتخب سوريا وعن استدعاء ياسين سامية وعن الاسباب التي اعتذر بها كل من السومة واخريبين تقبلوا كل تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته